بخصوص التقرير اللي صدر التقرير المتعلق بالمجلسة على الحسابات في سنة 2021 ولن الحكومة توصلت بهذا التقرير وهي الآن في مرحلة دراسته والطلاع عليه وهذا التقرير يندرج بإطار الجهود التي تعملها بلدنا من أجل أولا مراقبة للتدبير العمومي ثانيا كي يتلقى مع الجهود أيضا الحكومة في مجال محاربة الفساد وهذا واحد من الملفات التي تشتغل عليها هذه الحكومة بكل جدية ووقعية أكيد أن هذا التقرير ليس فقط تغطى عليه الحكومة وانتهى الكلام يكون موضوع المناقشات على مستوى البرلمان لسيما اللجنة المراقبة المالية العامة والحكومة أيضا سوف تعمل على دراسة هذه التوصيات وعلى العمل أقول العمل على تنفيدها وعلى أنه التدبير العمومي إن شاء الله في المستقبل المختلف القطاعات اللي خضعاتها اللي ورد في هذا التقرير أنها تخذ بعض الاعتبار مختلفة في هذه التوصيات لبا الآن المجلسة على الحسابات هذه الأدوار دياله وهذا هو لماذا بلدنا درت هذه المؤسسة هذه الهدف منها هو تراقب الحكومة وأنا نقول لك هذا التقرير سوف يستمر في كل سنة وسوف تعمل الحكومة بموازات مع هذا التقرير بشكل سنة نرفعه ونحسنه من تدبير العمومي ديالبلادنا لأن هناك تدبير عمومي فقط يعتمد على الإجراءات لكن أيضا تدبير العمومي هو قوانين هو مساطير وهذه أيضا كالطلب واحد لو اقتفاء على المستوى يعني الإرادة الحكومة تتابع هذا الموضوع وسوف تعمل على تنفيذ مختلف هذه التوصيات طبعا داخل واحد المصار وهو مسار متدريج